كلمتين مع زكي حسنين في حوار تلفزيوني جميل مع واحد من كبار المفكرين سألوا المزيع ما هي أعظم صفة تتصف بها جاوبوا بسرعة أهم وأجمل صفة كانت سبب من أسباب تفوقي في هذه الحياة اللامبالاء المزيع ضحك لأنه حس بالضيف بيمزح لكن المفاجأة كانت أن الراجل بتكلم بجد قال له المزيع طيبة سيدي أشرح لنا كيف يمكن لله مبالاة تكون صفة عظيمة قال له الضيف في شخص ما يبالي بترتيب أغراضه في غرفته هذه لا مبالاة ضررها بسيط لكن في شخص لا يبالي بإظهار فلوسه في مكان غير آمن أو لا يبالي بالحفاظ على مقتنياته الثمينة وفي شخص لا يبالي بمشاعر الناس وفي شخص لا يبالي بصحة الروحية فتلاقي قلبه مليان غل وحسد وغفلة وهذه أنواع مهلكة من اللا مبالاة أنا عندي نوع جميل من اللا مبالاة لما يكون عندي هدف يصير عندي لا مبالاة بأي عايق أو صعوبة تطلع لي في طريق الهدف ولما نتعرض لظلم أو أدية يصير عندي نوع من اللا مبالاة بالرغبة في الانتصار والانتقام لأنه دماغي مجغول بأشياء أكبر وأهم الكلمتين إذا كانت أهدافك كبيرة ما راح تشغل بالك بصغير الأمور في أمان الله كنتم معه كلمتين مع زكي حسنين كليومي ترينا دولا